دشنت في العاصمة المؤقتة عدن الورشة التدريبية لمأمورية الضبط القضائي في مراكز الشرطة حول حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين وخلال التدشين شدد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شادلي على ضرورة إعادة تأهيل الرجال الأمن بإقامة الدورات والورشة التدريبية التي ينظمها قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية بتعاون مع مؤسسة استجابة لحماية المجتمع والبيئة ومؤسسة فريت ريتش آيبرت الألمانية مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي لدى منتسبي المنظومة الأمنية كون رجل الأمن القدوة الأولى في المجتمع من جانبه أكد مدير أمن محافظة عدن اللواء مطهر الشعيبي أهمية الورشة في الحفاظ على حقوق السجناء والمحتجزين وفقا للحقوق المكفولة في القانون اليمني والقانون الدولي والإنساني وتطبيقها على الواقع العملي في مراكز الشرطة وسجون حضر الورشة مدير برامج مؤسسة فريت ريتش آيبرت الألمانية في عدن محمود قياح ورئيس مؤسسة استجابة لحماية المجتمع والبيئة فيصل قاسم قائد